يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر النهاردة كان يوم عاصف فيما يخص المؤتمرات الصحفية ما قبل مواجهة الاهلي وصان داونز في قياب نصف النهائي الدوري الافرق تحديدا من جانب المديل الفني لفريق صان داونز رولاني مكوينة اللي كانت تصريحاته فيها بنكوسين يعني كثير من الغرور مش عايزة جملها بصراحة كثير من التقليل للنادي الاهلي كثير من العنجهية كده اللي أنا أنا جامد أنا أحسن من أي حد وأنا بصراحة لألوم كثيرا على مكوينة هتقول لي يا سلام هقولك آه فاكر بعد مباراة الزهاب من يومين يعني مباراة صان داونز والاهلي في جنوب أفراقيا وقلت لك أنا مشكلتي مش إن الأهلي يخسر عادي أي فريق في العالم بيخسر أي فريق في العالم هيخسر بما في يوم الأهلي طبعا يعني أنا مشكلتي إنه الأداء يبقى وحش أنا مشكلتي إن اللعيبة تبقى في الملعب قلقانة وخايفة أنا مشكلتي إن الأهلي في آخر أربع مباراة قدام صان داونز بيخسر تلاتة ويتعادل مباراة واحدة دي مشكلتي ليه مشكلتي؟ عشان دا الأهلي وده صان داونز ببساطة يعني مش تشتريع مش اللي أنا بعمل لقطة كده دا الأهلي وده صان داونز دا التاريخ دا حجم البطولات والإنجازات وده حجم البطولات والإنجازات أنت حتى أوي فأنت ليه أصلا قدام منافس؟ ما عندهش غير بطولة أفراقيا واحدة بس بس ولو الزماني كان شد حلو عليه في 2016 شوية كان هو اللي خادر بطولة كان الفريد واتبالها بطولات أفراقيا بطولة أفراقيا واحدة بس يقول لك أصل الأهلي كل ما بيخسر بيشتك التحكيم أصل الأهلي مش عارف إيه أصل الأهلي يا راجل تاني مش هلوم على مكوينة أنا هلوم على النادي الأهلي وراء أتصور اللي عمله مكوينة النهاردة دا هو فائدة كبيرة جدا للنادي الأهلي أجماهير النادي الأهلي بكرة حماس في الملعب خمسين ألف مشجع للنادي الأهلي تسعين دقيقة هتاف وتشجيع ومسندة لفريقهم لعبة نادي أهلي تاكن نجيلة عشان اللي يسوى واللي يسوى ما يتكلمش عليكم بكرة النادي الأهلي يلعب مباراة باسم النادي الأهلي وتاريخه ولو في حد بكرة يبقى خايف وقلقان ومتوتر ورقب ومتخبط في بعض يبقى مدرب سانداونز ولعبة سانداونز بكرة النادي الأهلي ينزل الملعب متوحش فاكن لما كنت بقولك أنا حب أشوف النادي الأهلي عامل زي منشستر سيتي وريال مديد والفرق الكبير اللي في أوروبا دي اللي هي تنزل الملعب حتى لو خسرت بس بتاكل الأخضر واليابس اللي قدامه أنا حب أشوف الأهلي دايما كده ليه؟ عشان ده الأهلي ده الاسم الأكبر في القرار الأفريقية يعني هو لما ينزل الناس هي اللي تبقى خايفة منه اللي حصل في مباراة الزهاب هو اللي خلى النهاردة مكوينة يتكلم بهذا السكة وهذا الغرور والطريقة اللي دمعت إيه القوي دي؟ ليه؟ عشان لعيبة النادي الأهلي أصرت يهاز الفني للنادي الأهلي أصر في مباراة الزهاب أصق أصق تماماً إن بكرة الشكل غير بكرة هيتفرق مكوينة من هو الأهلي لو هو ما يعرفش كويس هو طبعاً بعد كده بعد المؤتمر الصحفي عدل تصريحاته في التصريحات الصحفية وقال لك أنا بلعب بالنادي الأهلي نادي القرن في أفريقيا فلما أكسب لازم أحتفل وأعمل حيات يعني بس على مهلك مهي ما خلصتش أتذكر في 2006 ماشه ده بص ما بيغيبش عن علاية 2006 نهاية دورة أبطال أفريقيا الأهلي واجه الصفاكس التونسي في الكاهرة مباراة خلصت بالتعادل الإيجابي واحد واحد لو تفتكروا ساعتها الأهلي كان مرعب مع من الجوزي وجيد رائع وعظيم من اللعابين لعب تصفاكس التونسي دخلوا قط اللبس بعد المبراءة اتعادلوا واحد واحد في الكاهرة وقعدوا يحتفلوا قعدوا يحتفلوا دخلوهم من والجوزي مدرب النادي الأهلي وسألهم هوا أنتم بتحتفلوا ليه بدري أول الكلام دوت احنا هنكسف في تونس احنا هناخد البطولة راح النادي الأهلي في رادس وسجل هدف وفاز بالبطولة تاريخية وكان وقتها الصفاكس احتفل أصلا بالفوز بالبطولة من القاهرة بدري مع النادي الأهلي ما تحتفلش بدري فأنت احتفلت بدري فاستلقى وعدك في الملعب هتشوف الأهلي غير بكرة ولما بتكلم بالثقة دي بتكلم بثقة التاريخ في خلفيات وماضي بتقول إنه الأهلي بكرة هيعمل مباراة كبيرة بعد اللي حصل في مباراة الزيابة